السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلوقتي لكل المهمة اللي طالبت ان احنا نلم الفانيكس في فيديوهات زغانططة وتلملنا كل الفانيكس لان دلوقتي احنا عرفنا ان بقى فيه امتحنات وفيه تقييم لأولى وتانية وامتحنات لتالتة ان شاء الله فانت لو ابنك بتأسس فانيكس كويس وبيعرف يعني ايه شورت فاول يعني ايه لونج فاول يعني ايه يقرأ الكلمة هيكون المنهج بالنسبة له بمنتهى السهولة الفيديو ده هجمع في كل شورت فاول احنا عملنا الفيديو اللي قبله ازاي هفرق في النقط اما بين لدر اي وليدر اي وليدر اي تعالي النهاردة بقى ناخد لشورت فاول مدام بتكلم عن شورت فاول يبقى انا مليش دعو بالنين بتاع الليدرز انا بتكلم عن الساون فقط على صوت الحرف بس طيب انا عندي دلوقتي فايف فاول ليهم شورت ساون تمام؟ شورت ساون يعني ايه? يعني شورت فاول يعني الساون بتاع الحرف فأنا هنطأ الصوت بتاعه طيب تعينا ابتدي مع أول فاو معينا اللي هو letter A هقول لإبني هنطأه إزاي كأنني بفتح بقي فتح طولية الفوق طيب معرفش برضه هقوله يبقى هعمل letter A الشورت أو الساون بتاع letter A زي المادة بالألف طيب تعينا شوف كلمات عشان نأكد على المعلومة عندي أول كلمة معي ك آ كات هعلمه أنه هو يقرأ حرفين حرفين مش حرفة حرفة عشان لو حرفة حرفة هيتعبك قوي لما يجي يعمل blending لما يجي يعمل دمج فخلينا حرفين حرفين يلا بينا كا كات كات تعينا نجوف الكلمة اللي بعدها با با ج آ آ آ آ ه ه ه ه ه ه يبقى أنا عملت إيه؟ أعملت مادة بالألف تعينا نشوف كمان ف ا أو ف آ هتعمل إيه؟ ف فات زي ما ماب يبقى أنا عملت كده مادة بالألف في لدر إيه اللي هو شورت طيب لدر إيه بعمله إزاي؟ بعمله كإني بعمله سمايل أو كإن حد مش سامع اه اه زي ما من زي ج جات زي في فيت أحيانا بقول للولاد خلينا نعمل فتحة قصيرة من جات فيت تن تن أهم حاجة يركز على اللابس بتاعته على الشفاتين إن هم فوق وضعية الابتثام تمام؟ pan وما انتش طلع هاو في كلمة pan عشان bd بتعمل بطف pan أوكي؟ زي ra red أهم حاجة البوزيشن بتاع اللابس أهم حاجة أكون الشفاتين كإني بعمل اسمايل في لدر إيه أو ساوند إيه طيب بالنسبة لساوند آي كإني بشدي حاجة لتحت i i زي in زي pin زي ink اللي هو الحبر زي insect اللي هي حشرة زي tab tab اللي هو الطرف أي شيء زي مثلا لما أقول tab your tongue اللي هو طرف لسانك زي كلمة lab lab أعيز أقول شفتين هقول labs أوكي؟ يبقى أعرف تلوقتي لدر إيه عمل مادة بالأله طيب لدر إيه عمل اسمايل إيه و لدر او يعني بشدي حاجة لتحت واقول إيه طيب بالنسبة لدر او اللي معظم الناس مش بنتقوا في شكل صحيح لدر او كان عندي صداع فبقول آه 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 زي آكس آكس زي آن آن يعني يفتح آكس يعني ثو آف آف اللي هو يطفئ فاكس فاكس ما بقولش فوكس ما بقولش أو ساوند ولا آو ساوند أنا بقول آه ساوند زي باكس زي هات هات مش بقول هوت تمام؟ طيب بالنسبة لساوند آه ساوند بعمله ازاي كأن حد بدربني على راسي حرفيا ويقول آه يبقى فيه فرق ما بين عندي صداع بقول آه ساوند اللي هو الأو وما بين حد ضربني على راسي وقال إيه آه زي أب زي أندر زي كات زي كاب زي أنكل زي أمبرلا يبقى بعمل إيه آه 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 ساوند لو استفدت من الفيديو مستش تبعاتيه للمومي اللي ولادها في أولى وتانية وتالتة وكيجي كمان عشان يتأسسوا في شكل صحيح الفيديوهات قصيرة لما ليفل كامل هيكون سهلة عليكوا لمو قبل ما ندخل الدروسة عشان ما نهجي القانونة طول قانونة بلصة بنسبلكوا تبقى سهلة ولو استفدت من الفيديو مستش تعمليلي لايك ودعوة حلوة في القومنت والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر